ندعو السيد رئيس الجمهورية لتكريم بعض من النماذج المتميزة المشرفة والملهمة من جنود الانتاج عمال مصر الشرفاء أولا المكرمون من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسام العمل من الطبقة الأولى السيدة صحر عثمان عبداللطيف حفناوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية برز دور كبير لها في العمل النقابي من خلال المواقع النقابية التي شغلتها على المستوى المحلي والعربي السيد رمضان مصلحي عبدالعزيز مصلحي أمين صندوق النقابة العامة للعملين بالتعليم والبحث العلمي سيده بالعمل النقابي حيث حظي بتقدير زملائه خلال ممارسته للمهام النقابية السيدة شيماء عبدالمنعم محمود إبراهيم عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية نموذج للمرأة المثابرة والمكتهدة في عملها حيث لعبت دورا كبيرا كأمين صندوق لللجنة النقابية بشركة قها ثانيا المكرمون من القفاع العام موطي الامتياز من الطبقة الأولى السيد عادل عبدالرحمن سيد أحمد من العاملين السابقين بوزارة الطيران المدني حيث شغل منصب مدير عام بدرجة كبير كتاب بالوزارة أحد أكفاء العمال السابقين البارزين والمتميزين في عملهم ويتصف بالكفاءة والالتزام موطي الامتياز من الطبقة الثانية السيدة منيرة محمد محمود الشياتي من العاملات السابقات بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية حيث شغلت منصب مدير إدارة شؤون الخدمة نالت تفدير الجميع نتيجة احترافها ودقتها في العمل السيد أحمد طلعت عبد الجواد صاجة محاسب بالإدارة العامة للشؤون المالية بدوان عام وزارة القوى العاملة عرف وسط زملائه بالأخلاق الرفيعة والإخلاص في العمل وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه على أكمل وجهه ماشين الطريق ماشين بدوان عام وزارة القوى العاملة اشتهر بالتعاون مع زملائه على صعيد العمل كما لم يقبل بأي استثناءات بالعمل رغم حالته الصحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحدت كافة الظروف التي واجهتها وتفوقت في عملها بالرغم من فقدها لبصرها كما قامت بحفظ القرآن الكريم حيث تقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة بطريقة برعيل اشتركوا في القناة ثالثا المكرمون من القطاع الخاص وسام العمل من الطبقة الثالثة السيدة رشع عبد السلام عباس إبراهيم صاحبة مشغل خياطة ببني سويف النموذج مشرف في عملها حيث تفاء تلقت دورة تدريبية بأحد مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة مما ساعدها في عمل مشروع خاص بها السيدة زينب عبد الله عبد المعطي عبد المجيد أول سيدة حاصلة على مؤهل جامعي واختارت العمل كسائقة لسيارة ميني باس تابعة لإحدى شركات السياحة وهي أيضا عضو نطابة النقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها نموذج للمرأة المصرية المكافحة التي تقوم بعمل شاق السيد يوسف السيد إبراهيم منصور مشرف إنتاج ثاني بمصنع الشرقية للسكر تميز في أدائه لأعماله كعامل بشركة الشرقية للسكر وعرف عنه الانضباط والجدية السيد درويش مصطفى محمد درويش منذوب زراعة ثالث بمصنع الشرقية للسكر مشهود له بالتفاني في أداء عمله ويشهد له الجميع ورؤسائه أيضا وزملاء بالكفاءة أي من نشتدو حلمنا باردو مسكن فيه